التدخل في شؤون الدول العربية ودعم عدم الاستقرار في المنطقة العربية هو ما دفع واشنطن لفرض عقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني في محاولة منها لتغيير سياستها تجاه المنطقة تضيق الخناق الاقتصادي على إيران وتكفيف مواردها النفطية والضغط على جهازها المصرفي هو ما تسعى الولايات المتحدة لتحقيقه لسيما عقب استئناف إيران في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي وعقب المحاولات الإيرانية لمقاومة تلك الضغوط بدأت الولايات المتحدة في استخدام ورقة ضغط جديدة ضد إيران على أمل أن تغير تهران سلوكها نحو الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط إذ بدأت واشنطن في العمل على تقليص وردتها من النفط الإيراني مستهدفة الوصول بها إلى الصفر وما دفع إيران للرد سريعا على تلك الخطوات الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد بمنع تصدير النفط من الدول المجاورة في حال منع النفط الإيراني من الوصول إلى موراء المحيط الأطلسي وتعرض صادرات إيران النفطية للحذر بموجب العقوبات الدولية الأمر الذي أيده الحرس الثوري خاصة وأن تهران تعاول على الاتحاد الأوروبي للاستمرار في شراء النفط بجانب الإبقاء على الاتفاق النووي وإيقاف العقوبة الأمريكية ضد اقتصاد البلاد الولايات المتحدة دعت حلفائها إلى منع استراض النفط الإيراني بل صرحت بفرض عقوبات اقتصادية أكثر الصرامة على مستوردي النفط من تهران وفي خطوة جديدة لمساندة القرارات الأمريكية بدأت السعودية وهي أكثر المتضررين من السياسات الإيرانية بالمنطقة العربية في تغيير المعادلة المستخدمة لتسعير مبيعات العقود الآجلة للنفط المصدر لأسيا إذ أعلنت شركة أرامكو عن أول تغيير للمرجع التسعري لبيع نفطها منذ منتصف الثمانينيات الأمر الذي قد يغير من مسار أسعار النفط العالمية فترة من الترقب تسيطر على أسواق النفط العالمية في ظل احتدام العراك بين أمريكا وإيران بينما تسرع إيران لتبني استراتيجية لمواجهة الضغط الأمريكي تتمثل في خلق ألية إنقاذ اقتصادها المتعثر لعلى أخيرها التوجه بالسماح للأفراد والشركات والخاصة ببيع النفط وابتكار سوق ثانوية مستحدثة لبيع وشراء العملة الإيرانية بهدف تخفيف وطأة انهيار عملتها المحلية